أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبدلها لاعب فريق قرطب الإسباني بالرئاسة البحرينية وحرصهم على مواصلة الاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج سموه أشاد بفوز الفريق على توريمو لينوس بهدفين مقابل هدف في كأس الاتحاد الإسباني وتأهله إلى المرحلة المقبلة ربع نهائي وأكد اسم الشيخ ناصر بن حمد أن فريق قرطب يحقق نتائج متميزة وأصبح محط الأنظار خصوصا في الجانب التهديفي حيث أصبح من الفرق الكبيرة في التهديف في جميع المسابقات الإسبانية بمختلف درجاتها مبينا سموه أن جميع هذه الأحصائيات المتميزة تعطي لعبين حافزا لمواصلة التألق في المباريات المقبلة وأشار سموه إلى أن الفريق يسير بخطة ثابتة نحو مواصلة تحقيق الأهداف متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق ويعتبر قرطب من الفرق الكبيرة في إسبانيا في جانب التهديف كمتوسط أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر